وهذه الأشهر الحرم قد خصها الله عز وجل بالنهي عن ظلم النفس فيها فقال عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم وظلم النفس يكون بواحد من أمرين إما بترك واجب وإما بفعل محرم فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه فالواجب تعظيم ما عظمه الله عز وجل لأن ذلك من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شائر الله كما قال عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب وهذه الأشهر الحرم كانت معظمة في الجاهلية وعظمها الإسلام بل أقر تعظيمها فعلينا أن نعظم ما عظمه الله ورسوله وأن نحترم هذه الأزمنة بل أقر تعالى ورسوله ترجمة نانسي قنقر شكرا